اهلا بكم الى نشاط الاقتصاد في المستهل انتخب منتدى الدول المصدرة للغاز مرشح الجزائر محمد هامل مستشار وزير الطاقة الجزائري امينا عاما جديدا للمنتدى بدعم من عديد الدول الاعضاء في التكتل الطاقوي وذكر بيان وزارة الطاقة الجزائرية ان انتخاب الجزائري لتولي الامنة العامة للمنتدى جاء خلال الاجتماع الوزرية الثالث والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي انعقد عبر تقنية الفيديو ويضم المنتدى 11 دولة عضوا بالاضافة الى سبع دول مراقبة ارتفع سعر الغاز في السوق الاوروبية بنسبة 12% وسط الشح الامدادات القادمة من روسيا وتعليق المانيا منح الترخيص لاستغلال انبوب جديد لتمويل القارة العجوز بالمورد العزرق ووفقا لتدولات فان اسعار العقود الاجلة للغاز لشهر ديسمبر المقبل صعدت بنسبة 11% لتتجاوز الالف دولار لكل الف متر مكعب من الغاز هذا واعلنت الوكالة الفيدرالية الالمانية لتنظيم قطاع الطاقة ثلاثاء تعليق بصورة مؤقتة آلية الترخيص لخط انبيب الغاز المثير للجدل بين روسيا والمانيا المعروف بنورستريم 2 وستبقى عملية والتصديق معلقة الى غاية انتهاء اشغال خط انبيب الغاز وقد يؤثر هذا القرار الموافقة المنتظرة من الوكالة باعتبار الترخيص يعد من المراحل الاخيرة قبل وضع خط الانبيب الخدمة الذي تبلغ طاقته 55 مليار متر مكعب سنويا في شأن طاقوي اخر توقعت شركة روسنافت العملاقة ان تتجاوز اسعار النفط عتبة 120 دولار للبرميل خلال النصف الثاني من العام المقبل ونقلت وكالة تاس المتخصصة في شؤون الطاقة عن مسؤول بارز في اكبر مجموعة نفطية روسية قوله ان المستوى الحالي لاسعار النفط عند 80 دولار للبرميل تقيدها توقعات بتزايد الانتاج العالمي ومخاوف حيال الاصابات الجديدة بفيروس كورونا في اوروبا في شأن متصل توقع الامين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول اوباك محمد باركيندو تسجيل فائض في المعروض النفطي اعتبارا من نهاية ديسمبر المقبل باركيندو وفي تصريحات ادلة بها على هامش مؤتمر ومعرض اديباك المتواصل في العاصمة الاماراتية اعتبر عودة السوق لتسجل الفائضة بمثابة اشارة لاخذ الحيطة والحذر قبل ان يضيف ان مصلحة الكارتل النفطي ضمان لاستمرار التعافي الاقتصادي العالمي من جهتها توقعت وكالة الطاقة الدولية لثاء ان يتراجع ان تعاش سوق النفط من اعلى مستوى له في ثلاث سنوات على وقع زيادة الانتاج في الولايات المتحدة الامريكية الوكالة التي تتخذ من باريس مقر لها في تقريرها الشهري عن النفط ذكرت ان سوق النفط العالمية لا تزال تتحرك في نطاق ضيق لكن تأجيل سعود الاسعار قد يلوح في الافق بسبب زيادة امدادات النفط خاصة تلقى القادمة من الولايات المتحدة الامريكية تحول مؤتمر اتباك الاستراتيجي لوزراء الطاقة وصناع القرار في العالم الى منبر لاستهجان وابداء غضب المنتجين من مخرجات قمة المناخ الاخيرة واجمع المشاركون في الحدث الاكثر تأثيرا في صناعة الطاقة العالمية على ضرورة ابعاد معركة حماية الارض عن ضغوطات الدول المستهلكة على البلدان المنتجة لضخ مزيد من المعروض النفطي في ثنائية الطاقة والدفء من جهة ومعركة حماية الارض والمناخ من جهة اخرى تتشكل الجبهات وتصطدم السياسات مثل المصالح هنا تترسم المواجهة بين منتجي الطاقة ومستهلكها في حرب غير معلنة كان مضمون البيان الختامي لقمة المناخ شرارتها سريعا تلقفت البلدان المنتجة للنفط والغاز مستهجنة لمخرجات قمة جلاتكو ليكون معرض ومؤتمر الصناعة الطاقوية في ابو ظبي الاماراتية فرصة امام كبار المنتجين للرد بصوت واحد نعم لحماية الارض لكن في اطار تحول طاقوي يحفظ المصالح الحيوية للشركات والدول المنتجة اكبر محفل طاقوي في العالم تحول لمنبر امام صناع القرار في قطاع النفط والغاز للمرافعة عن مستقبل نشاط استقلال الموارد الاحفورية بعيدا عن محاولات بعض الدول المستهلكة لابتزاز تحالف اوبيك بلاس تحت غطاء حماية الارض والتوجه نحو المصادر الطاقوية الصديقة للبيئة التغيرات المناخية التحدي الاكبر لمنتجي النفط في العالم لمواصلة استغلال الطاقات الاحفورية دون قيود او شروط رسالة مؤتمر ادابيك نحو العالم ونحو واشنطن وادارة جو بايدن لمست العقد الاجلة للبن لشهر مارس القادم في بيانات التداول في نيويورك ثلاثة دولارات لرطل الواحد لأول مرة منذ جنفيا 2012 وارتفعت قيمة العقود الاجلة للبن لشهر مارس بنسبة نهزت 2% مسجلة اعلى مستوى لها منذ نحو عقد وارتفعت اسعار القهوة للشهر الخامس على التوالي في اطول فترة زيادة منذ 2010 تشارك الجزائر في طبعته الثانية من المعرض التجاري الافريقي البيني بمدينة ديربان جنوب افريقيا تحت شعار بناء جسور من اجل منطقة تجارة حرة افريقية ناجحة ويسعى البنك الافريقي للتصدير والاستراد منظم التظاهر الاقتصادية الى تقريب وجهات النظر بين الفاعلين في المنطقة الافريقية كما يسعى البنك لتكتيف الجهود من اجل دعم المنطقة الافريقية الحرة وتحفيز الفاعلين لتشكيل سوق موحدة لتبادل وتصدير مختلف السلع على المستوى القاري في الشأن الجزائري دائما استطاع الشاب خالد باستا من تطوير رجل آلي يمكن من اخماد الحرائق وحتى اسعاف المصابين وسط السنة النيران مزايا هذا الابتكار الجزائري لا تتوقف عند التدخل في مرحلة ما بعد الحرائق فالروبوت يحوز على استخدامات تتيح الكشف المبكر عن شرارات الاندار بين اجنحة المعرض الدولي لانظمة الامن والحماية يقدم خالد احدث ابتكاراته رجل آلي بقدرة تدخل لاخماد الحرائق وحتى اسعاف المصابين اثناء نشوب السنة النيران هنا عندنا ابتكار هو روبوت لمكافحة الحرائق الاسم التعوه اسمه ايكوزيوم اطورنا هذا الروبوت لتطوير مجال مكافحة الحرائق هنا في الجزائر وهذا الروبوت يقدر يحمي يباوت جي دي جان الروبوت الخاصية نقدر ان نبعتوها ان ديستانس تحت تلتمية متر وعنده الجي تاعو يقدر يلحق حتى تلتمانين متر هو هو روبوت اوتونوم يمكن ان تعمل حتى 6 اواتونومي فهي باتريه يمكن ان ترسيط مزايا هذا الابتكار الجزائري لا تتوقف عند التدخل في مرحلة ما بعد الحرائق فهذا الروبوت يحوز على استخدامات تتيح الكشف المبكرة عن شرارات الانذار بخطوات ملؤها الفخر والاعتزاز يحدثنا خالد عن ابتكاره كله امل للشروع في انتاج وتسويق اختراعه على نطاق واسع احنا عدنا معرض في دبي في شهر جونفي ان شاء الله رح ندروبوا هذا ان شاء الله ندخلوا الاسواق العالمية ان شاء الله مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة مصنعون ومهنيون في قطاعات عديدة ابوا الا ان يشاركوا في هذه التظاهرة بمختلف المعدات والمنتجات المبتكرة المتخصصة في مجال الامن الصحة والبيئة وعندنا يعني الاجهزة المضادة للحارق منها الالكترونية ومنها الغازية ومنها المائية وكاين عندنا تالي تالي كونترول داتي يعني الابواب الميكانيكية والالكترونية وعندنا يعني أمور أخرا يعني لتابع هذا الالم ليهي الالسيسام دالارمان تنينتفذيزيون هذا ويطمع ويطمع المنظمون على غرار المشاركين في الطبعة الثالثة للصالون في أن تشكل التظاهرة بداية لتصدير ابتكارات الجزائر ومشاركة أوسع للبلاد في محافلة دولية مماثلة وفي الختام تفاقمت تداعيته والجفاف الحاد الذي يعصف بالاقتصاد المغربي لتطال مصادر مائية حيوية شمال المملكة بعد أن جفت مياه أطول أنهار البلاد لأول مرة في التاريخ ظاهرة بدأت تهدد القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المغربي يجب محمد ضفف نهر ملوية أو ما تبقى من آثاره بعد أن جفت مياهه إلى حد بات عاجزا عن بلوغ مصبه في البحر المتوسط ظاهرة مأساوية أخفت أطول أنهار المغرب من الوجود لأول مرة في التاريخ وحرمت مدينة السعيدية السياحية شرق المملكة من أبرز مواردها الطبيعية قصاوة الجفاف هنا قلبت موازين الطبيعة في هذه المنطقة الزراعية بعد أن باتت مياه البحر المالحة تغزو مجرى النهر الآفل على امتداد 15 كيلومترا ما دفع بالكثير من المزارعين على ضفتيها إلى التخلي عن أراضيهم في الضفة اليسرى للنهر تبدو الفواكه المنتجة هنا باهتة ومشوهة الشكل بفعل سقيها بالمياه المالحة والملوثة انخفض معدل التساقطات المطرية في المملكة بأكثر من 84% منذ مطلع السنة الجارية عاصفة بالزراعة في المغرب المحرك الأساس للاقتصاد في المملكة ويمتلوا نحو ربع اليد العاملة فيها نهاية النشرة الاقتصادية إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة